بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نشوف التغيرات الموسمية ده موضوع تابع للسلاسل الزمنية الجزء التاني منه بالطريقة الأولية فقط أنا عندي عدة سنوات وكل سنة فيها أربعة تربع أول حاجة هجيب مجموع كل ربع مج واحد مج اثنين مج تلاتة مج اربعة أجيب متوسط كل ربع يعني أقسم طبعا المجموع على عددهم سنة واحد شرطة سنة اثنين شرطة سنة ثلاثة شرطة سنة اربعة شرطة أجيب المتوسط العام للمتوسطات اللي هو سنة شرطتين يبقى لما جمع سنة شرطة واحد واثنين وثلاثة واربعة وقسمهم على الأربعة يبقى أنا أجيب سنة شرطتين متوسط المتوسطات إيه هو الرقم القياسي بقى الموسمي لكل ربع هأسم سنة شرطة على سنة شرطتين لكل واحدة يعني سين واحد شرطة على سين شرطتين في مية سين اتنين شرطة على سين شرطتين في مية سين تلاتة شرطة على سين شرطتين في مية سين اربعة شرطة على سين شرطتين في مية مجموحهم لازم يطلع ربعمية في المية نشوف مسألة سنوات 2001-2002 وعندي الأرقام بتاعة الأربعة تربع لأن أي سنة مقسمة إلى أربعة تربع طبعا اوجد الارقام القياسية لكل ربع الادلة الموسمية بالطريقة الاولية اللي البسيط نقلنا كل واحد وروحنا مجمعين لكل ربع مجموعة الربع الاول طلع 78 الثاني طلع 87 الثالث 144 الربع الرابع لما جمعناه طلع 93 نقدر نجيب سين شرطر كل واحدة نقسم على ثلاثة 78 على الثلاثة 26 87 على الثلاثة 29 144 على الثلاثة 48 93 على الثلاثة 31 طب ازاي نجيب السين شرطتين نجمع السين شرطة ونقسم على عددهم اللي هو اربعة 26 زي 29 زي 48 زي 31 على الاربعة تطلع 33 ونص طب نجيب ازاي رقم القياس الموسمي او الدليل الموسمي نقسم كل سين شرطة على سين شرطتين في مي 26 على 33 ونص في مي 29 على 33 ونص في مي 48 على 33 ونص في مي 31 على 33 ونص في مي يطلع كان بقى اول ربع 77 وستة من عشر في المية تاني ربع 86 وستة من عشر في المية تالت ربع 143 وثلاثة من عشر في المية رابع ربع 92 ونص في المية مجموحهم ربع مية في المية يبقى مسألتي صح شكرا محسن السمين شكرا لحسن لستمing شكرا لحسن لستماء شكرا